بتتكون من اول حاجة بتبدأ ب 3B اهي خلاص باستثناء قلنا التلات صفوف دول مش ميتحسبوا واع بتنتهي ب2B يعني هي بدأ هنا 1B 2B بعد كده 3 4 5 6 7 وبعدين 8 عبارة عن 3 صفوف نفهم لحد دلوقتي معايا معايا تمام اخر بقى فئة ناخدها اللي هي الفئة F طيب الفئة F قالك ان هي دي العناصر اللي بتكون اسفل الجدول الدوري اللي هم كانوا مين اللانت نيدات والاي والاكت نيدات طيب تعالي نشوف على طول في الجدول اهو والمصطفين اللي تحت دول هم عناصر ايه اللانت نيدات والاكت نيدات حتى تلاحظ هنا المفروض هنا الLA 57 صح هو خات بقى من اول الLA ده عناصر بس تحطها تحت الجدول هتلاقي C كام 58 50 فامين جات من ايه؟ من هنا المفروض يكونوا هنا بس تحطهم تحت عشان ليهم خصائص لوحدهم يبقى لقول تاني بقى الجدول للدور قلنا دلوقتي الفئة S بتتكون من ايه؟ بتكون على يصار الجدول صح؟ بتتكون من واحد ايه واتنين ايه؟ طيب الفئة B قال لي على يمين الجدول بتبدأ من تلاتة ايه لحد تمانية ايه؟ وتمانية ايه؟ قلنا انه هم المجموعة الصفرية او العناصر الخامسة طيب طيب ايه اللي في النص دول قال لي دي؟ الفئة دي؟ الفئة دي بتبدأ من تلاتة بي تمتع عندي اتنين بي لان انا بدأ هنا واحد بي اتنين بي فدي ده كملت تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مع عادة التلات صفوف دول بيكونوا رقم تمانية وعندي بقى اخر حاجة اللي هي الفئة F بتتكون من صفين اللي هم اللانسينيدات والاكتينيدات تمام لحد هنا؟ تمام تمام ماشي طيب قدرين تستوعبوا لحد كده ان نكمل ولا ناخد اسئلة وكفاية لحد هنا؟ انا لو هنكمل هنكمل جزء صغير قوي والباقي كده كده مش هنكمله يعني اللي هناخده جزء صغير كمان نكمله حد يرد علي طيب ما حدش ردي بقى هنكمل بيقول لي كيفية تحديد 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 مواضع عناصر المجموعات ده اخر جزء ان شاء الله هنقدر ايه؟ في الجدول الدوري بمعلومية العدد الزري اول حاجة بنعملها عشان نحدد الموضع بتاع المجموعات ايه دي ان احنا بنوضع التوزيع العادي بتاعنا اللي هو الالكترون تمام؟ بعد ما بنوضع بنشوف حاجتين باول حاجة احنا بنعمل ايه؟ بنوضع توزيع الالكترون بنشوف حاجتين اول حاجة عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات وهناخد امثلة دلوقتي نفهم اكتر تمام تانية حاجة قال لي عدد الالكترونات مستوى الطاقة الاخير طيب انت قلتي دلوقتي عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات طب ده بيعبر عن ايه؟ قال لي ده بيعبر عن الدورة اللي موجود فيها العنصر طب وعدد مستويات الطاقة الاخير قال لي ده رقم مجموعة العنصر بقى انا عشان احدد الموضع اول حاجة بوزع الالكتروني وبشوف حاجتين عدد مستويات الطاقة المشغولة بالالكترونات يعني هو شغل كم مستوى وده بيحدد رقم الدورة طيب وعدد الالكترونات مستوى الطاقة الاخير بيديني رقم المجموعة عشان عندي دورة ومجموعة يبقى هو بيديني دودة طيب ناخد مثال عشان نفهم وهنشوفه مع بعض يا محمد عشان انت هتحل معي بيقول لي السي ايه ده عشرين تعال نوزعه هنعمل ايه يا محمد طيب الكيكن بياخد كام اثناء حلو الالي بياخد ثمانية ثمانية طب انا لسه محتاج اخد كمان الام الام ياخد كام ثمانية ثمانية يبقى انا كده وصلت لتمانتاشر ناقصني كام اثناء حلو احنا اقول لي هنشوف عدد مستويات الطاقة اللي شغلها هو كم مستويات الطاقة فيه الالكترونات دلوقتي اربعة حلو اربع مستويات الطاقة يبقى ده بيعبر عن رقم ايه ايه الدورة صحي جدا طيب هنشوف اخر مستويات الطاقة فيه كم الكترون ده فيه كم الكترون اثنين اثنين الكترون يعني هو هو بيعبر عن رقم المجموعة يعني اقول له دلوقتي ان العنصر ده موجود في الدورة الرابعة في المجموعة ايه اثنين ايه صحي كده لو جينا نشوف اصلا في الجدول هنلاقي نفس الكلام في الدورة الرابعة هنمشي كده واحد اثنين تلاتة اربع حلو في المجموعة اثنين ايه ادي اثنين ايه انا هنا هم كالسيم هو لقيته في الدورة الرابعة في المجموعة التانية تعالي ناخد مثال تانية حلو ادم عنصر زي مثلا الام جي ام جي اللي هو الماغنيسيوم كان اثناشر تعالي وزعه لي يلا يا ادي هوزع حط في كيه كام اثنين طيب اللي ياخد يا ايه ده ادي اللي ياخد كام تماني كده يتبقى لي اثنين عبقى انا حط هنا في الام اثنين هو عدد كام عدد مستوى طاقة دلوقتي مشغول بالالكترونات هم ثلاث يبقى ده بيعبر عن رقم ايه بيعبر عن رقم ايه الدورة صح طيب المستوى الطاقة الاخير فيه كام الكترون اثنين يبقى ده بيعبر عن رقم المجموعة يبقى دلوقتي العنصر ده موجود في الدورة التالتة في المجموعة اثنين ايه طيب نشوفه كده هنشوف الدورة التالتة اهو المجموعة اثنين ايه اهو لقيت الماغنيسيوم فعلا موجود تمام طيب ناخد كمان مثالين يلا يا محمد بيقول لي هنا فهنوزع مثلا الاو تمانية وادم هيبقى يوزعلي الان ايه عشر طيب يلا هنوزع دلوقتي الكي ياخد اثنين بعد كده ياخد لل ال ياخد ستة كم ستة ستة كم دلوقتي مستوى مشغول بالالكترونات يبقى يبقى ده بيحدد رقم الان دورة تمام طيب والالكترو والمستوى الاخير في كم الالكترون ست يبقى ده رقم الان نجموعة تمام يبقى العنصر ده المفهودة لقيه في الدورة التانية في المجموعة ستة اي ادي الدورة التانية في ستة اي او ده الاكسوجين هو موجود تمام ماشي يلا يا ادم اخر واحدة بيقول لي الان ايه عشرة هوزع حط في الكيه كام نا حل وبعد كده الالي ياخد ثاني ثمانية ماشي هو شغل كم مستوى اثنين يبقى ده رقم الدورة طيب وفيه كم هنا في المستوى الاخير قال لي تمانية وده في المجموعة تمانية ايه هو انا عشان لقيته تمانية مفروضة لقيه اصلا فين في المجموعة السماء المجموعة الايه المجموعة الصفرية لانه ايه اخر تمانية تمانية ايه اهو هلاقيه هنا فعلا في المجموعة الصفرية تمانية الجزء ده مفهوم لحد كده حسنا احنا هناخد بقى الحصة اسئلة بقى اللي احنا اخدناه ده كله عشان الموضوع يتسبت اكثر فلو معاك الكتاب يا محمد افتحوا معايا على تمارين كتاب الامتحان وبالنسبة للأدم انا هكتب الاسئلة طيب همشي ببعتلي الجديد هبعته لك ان شاء الله تمانية اول حاجة بيقول لي استنقلي معايا مش معايا النسخة الجديدة فبعتلك النسخة اللي معايا دلوقت تمام بستوى نفس المنعجين اه اول سؤال جدول رتبت نكتبهم وبعد النحل ثاني سؤال حصر عددها الزري ثالث سؤال بيقول لي جدول رتبت بالعناصر تستعوديا حصر العدد الزري وطريقة مل مستويات الطاقة الفرعية بالالكترونية يلا يا محمد كده اقول لي اول سؤال بيقول ايه هو الجدول اللي رتبت فيه العناصر تصعوديا حسب الوزن الزري كان الجدول الدوري المين مندليش مندليش طيب يا ادم بيقول لي طيب رتبت فيه العناصر تصعوديا حسب عددها الزرية كان لمين هيا ادم يا ادم يقول لي جدول اللي رتبت فيه العناصر تصعوديا حسب عددها الزرية كان لمين ده كان لعالم اسمه مين جدول الدوري المين تاني واحد اخدناه كان لمين كان لمزلي تمام طيب قول لي انت باردوا السؤال ده عشان جابتش ده بيقول لي الجدول رتبت بقى فيه العناصر تصعوديا حسب العدد الزري وطريقة ملء مستويات الطاقة الفراعية بالالكترون بالالكترونات كانت الجدول الدوري لإيه فاكر فاكر لا مستوي النصر ما حفظتش لأشبت طيب فاكر يا محمد الحديث الحديث تمام ناخد كمان اسئلة بيقول لي تنبأ العالم مين بإمكانية اشاف عناصر جديدة وقام بتحديد فيما أوزنها الزري مديني اختيارات بور موزلي مندليف ورزر بور ثاني سؤال بيقول لي عدد عناصر الجدول الدوري لمندليف ومديني نقط كده عنصر يلا يا محمد بيقول لي تنبأ العالم مين بإمكانية اكتشاف عناصر جديدة ويساب لها قيم لأوزنها الزرية كان العالم مين مندليف تمام يا ادم بيقول لي عدد عناصر الجدول الدوري المندليف كانوا كم عنصر ستين ستين تمام طيب بالنسبة للواجب انا هبعث لك يا ادم ان شاء الله البيدي ايف بس احنا هناخد بص هقول لكم هناخد باقي الاختيارات لحد جزء يكتب معي بس في ورقة كده عشان تبقى تتحله لحد جزء الايه اللي هو الاولاني اللي هو اللي هو قبل وصف الجدول الدوري الحديث عشان في اسئلة بقى مش هتبقى عارفة عشان نسنا ماكملناش الدرس يعني الجزء الاولاني اللي هو صفحة يا محمد 33 اللي هو محاولات تصنيف العناصر جزء الاختياري بتاع تمام معي اكتب يا ادم عشان لما بعث لك البيدي اف من كام لك يعني الاسئلة من كام من اول سؤال رقم واحد في الاختياري لحد السؤال رقم يعني كده لحد الرقم سبعة ايه رقم تلاتة في الاختياري رقم تلاتة دين رقم تلاتة ده قام العالم بنصر جدوله الدوري في كتاب مبادئ الكيمياء ام هو العالم مندليف بس هو ما انا قلنا هو نقولنا ان هو عمل جدول دوري تمام هو اول واحد عمله في اول واحد نشره عشان كده اللي جي بعده عدل عليه صح لو هو مش موجود ما كانش حتى يعدل عليه يبقى كان مندليف ماشي تمام تمام هناخد كمان صفحة اه صفحة كام صفحة خمسة وتلاتين هناخد من اول رقم واحد لحد رقم لحد رقم نعم نحن نحن نقف وصورهم وبعطل خلاص ماشي تمام فيمتوا درس النهار ده يعني حتى إسحيجا شوهن 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 اشتركوا في القناة